إذا سمحتي لي التيار خرج يعني هو يسولي في قول مشاركين بالحكومة هو رئيس الوزراء قبل أن يشكل حكومته نعم يقصد على سيد حميد الغز هو وفطيب حسن ما العلاقة بالأسماء أقل إيش رئيس الوزراء قبل أن يشكل حكومة خد أسيد السيد الصدر وقال حصة التيار سبع وزارات يريدها يدرز من التيار يدرز مستقلين أنا مستعد والسيد الصدر رفض إذا أنا ما نتحدث عن هذه المسألة اليوم حتى الموظفين الموجودين أستاذ عمادي نتقعدهم بالبيت حتى الإطار لأنني منقصنا شم مدير عام الظاهر حتى أخذ أي طبعا غاصتهم أنه أكون شم سفير وشم مدير عام مخلوثين يعني ما معقولة بالإخوان يوم يدي يطلبون الكتنجون والآن ما ما أخذين مناصب يوم يدي يحكون هم إحنا قاعدين ودافعنا وإحنا عاركنا وكلش ما طيطون وإنسا ما لا علاقة بها يعني عينهم على كتشم مدير عام الموجود والأمين العام عينهم عنها عندهم نقص شوية يريدون أن نكملوها لا أتحدث بهذا الشكل اليوم أنا أقول اليوم أن هناك خلل والتحدث به الأستاذ هذا الخلل الذي سببته هذه الأحزاب بسبب سياساته بسبب إداراتها الفاشلة بسبب هذا التكبر والاستعلاء ما بين هذه الكتن من توصل إلى مواقع السلطة وما بين المواطنين اللي ينتخبوهم وبالتالي صارت هذه المقاطعة هذه المقاطعة هذه المقاطعة جاءت نتيجة أزمة ثقة اليوم المواطن لدي أزمة ثقة بهذه الكتل